معايا مرة تانية كريم احنا سمعينك تفضل يا كريم قلنا كل التفاصيل اهلا بيك مرة تانية بكرر الترحيب زميلنا كريم احمد من اسبانيا ياريت تقولنا كل الكواليس الخاصة بتدريبات ومعسكر الفريق برحب بك زميل محمد الجندي برحب بكل مشاهدينا ومتابعينا من خلال شاشة قناة النادي الاهلي كالعادة كواليس خاصة بننقلها من خلالكم تدريبات فريق النادي الاهلي المباراة الودية ان شاء الله بإذن الله تكون بشكل حاصر على شاشة قناة النادي الاهلي كل جمهور النادي الاهلي عايزة تطمن على المعسكر التدريبي الحالة المعنوية الحالة البدنية كمان لعيبة النادي الاهلي معسكر مميز واختيار ايضا مميز للمكان اللي احنا متواجدين فيه امكان زي ما ذكرنا طبعا في الرسالة الاولى ملاعب مميزة جدا واختيارة على اعلى مستوى اكيد طبعا امكان اسبانيا مميزة بالملاعب لكن المكان مميز لاجراء معسكر إعداده زي ما أكدنا قلنا زميل محمد سواء للمعسكر الحالي أو للموسم الحالي أو للموسم القادم أمر صعب جدا على لعيبة النادي الأهلي والجهاز الفني ومجلس الإدارة لكن خلاص أمر واقع لابد أن احنا نتعامل معاه بشكل كبير جدا وبالفعل شايفين روح كبيرة جدا لعيبة النادي الأهلي لتركيز تدريبات صباحية ومسائية على سبيل المثال طبعا لو باتكلم على تدريب اليوم النهاردة يمكن تدريب النادي الأهلي كان الساعة تسعة ونصف صباحا ثم تدريب النادي الأهلي التاني كان فيه تمام الساعة السادسة والنصف أكيد أمور كثيرة جدا عايزين نتكلم عليها زميل محمد بالنسبة لي التدريبات الحالة اللي زي ما كلمنا وقلنا من السمارة اللي صارت بيحاول أنه هو جرعات تدريبية وجرعات فنية وجرعات بدنية كمان لألخاندرو مخطط الأحمال كلها طبعا إن شاء الله تصب في مصلحة النادي الأهلي لكن عايزة أتكلم على مباراة الغد مباراة الغد هي أولى المباراة الودية للنادي الأهلي في معسكر التدريبي هكون أمام فريق سوكر سمارت طبعا ده ممكن فريق أسباني من الدرجة الثالثة تدريجيا زي ما قلنا المستوى لابد يكون فيه تدرج من الدرجة الثالثة ثم درجة تانية ثم أيضا كمان المباراة الأخيرة اللي هكون يوم 15 أمام فريق يوكا موريسيا ده أيضا كمان أحد الفرق الأسبانية معسكر جيد بالنسبة للنادي الأهلي لسه طبعا قدامنا أيام طويلة ممكن خلاص عدى 48 ساعة لكن 48 ساعة فيهم شغل كبير جدا شغل بدني شغل فني فيه مجموعات تدريبية فيه لعيبة كمان بتأهل خارج التدريبات زي مؤمن زكريا زي حسين السيد نصف شبيرة أيضا كمان كانش بيشارك في تدريب الأمس كمان محمد عم منع مواحد نشئين لنادي الأهلي لشعر بكدمة بسيطة جدا فيه العضلة الخلفية أثرت عليه بشكل كبير في التدريب لكن زي ما أكدنا وقلنا الحالة بالنسبة لعيبة النادي الأهلي مطمئنة لإنهاء معسكر جيد إن شاء الله يكون فيه مصلحة النادي الأهلي ويفيد لعيب النادي الأهلي لأن مباراة المقاولون مباراة نادي الزمالك ومباراة برمز لها حسابات خاصة لكن زي ما متعودين النادي الأهلي بياخد مرحلة مرحلة المباراة الأولى هي مباراة المقاولون العرب تنتهي مباراة المقاولون العرب ثم نادي الآلي يبدأ يفكر فيه مباراة نادي الزبالك إن شاء الله من خلالك ومن خلال شاشة قناة النادي الآلي نكون مستمرين معاك وزميل محمد الجندي ومع كل مشاهدين وكل جمهور النادي الآلي ورسائل خاصة هنا من أسبانيا لنقل كل الأجواء وكواليس باثة النادي الآلي هنا في لفينكا المدينة طبعا أول منتجة اللي احنا متوجدين فيه عودة لك زميل محمد الجندي بشكرك جدا الزميل العزيز كريم أحمد